موسيقى اللي حصل انه الناس في مصر الشباب في مصر صاروا يقولوا يعني كيف التوانسة يثوروا وإحنا جلسين وبعدهم أهل اليمن وأهل ليبيا وأهل سوريا أنا أظن أن الثورات الأخرى فيما عدا الثورة التونسية الشباب تداعوا لإطلاق شرارتها بينما الثورة التونسية انطلقت بعفوية مطلقة طبعا بالرغم الاختلاف في أو على الأقل هذا تقديري أنا للأمور أو رؤيتي لا على الرغم بالاختلاف في طريقة بدء كل واحدة منهم إلا أنها جميعها لأنها جميعها كانت تريد حاجة واحدة وهي الانعتاق من قيود الدكتاتورية والاستبداد والفساد طبعا الآن لو نرجع للثورة الليبية لو لم تحصل الانتكاسة في مصر لربما كنا نتكلم عن واقع مختلف تماما في ليبيا اليوم لو ظل النظام الديمقراطي موجودا في مصر لربما تعزز النظام الديمقراطي في تونس ولربما لم تجرؤ الأيدي الإقليمية المختلفة التي خربت الثورة الليبية على أن تفعل ما فعلت هو عنصر المفاجأة عنصر مهم في أي ثورة تفسير الثورة يكون المفاجأة عنصر فيه لكن حتى يعني فيه بعد آخر ممكن يفهم فيه أنه حدث إقليمي الإقليم هذا كله يموج مع بعضه البعض يتأثروا ببعضه البعض هذا اللي صار الأزمة امتدت إلى الآن الخليج يعني الإقليم كله تأثر الآن لكن فيه وليدل على الأمر هذا ردة الفاعل ردة الفاعل إقليمية مهيش محلية الثورات المضادة لم تبدأ من ليبيا ولا بدأت من الإقليم ككل هذا ذكرني لما صارت التحالف المقدس في أوروبا حالف المقدس هو تحالف الدول الأوروبية للقضاء على الثورة الفرنسية على أفكار الثورة الفرنسية الملوك كلهم تجتمعوا من أجل القضاء على هذه الثورة وعلى هذه أفكار الجمهورية فأظن أنه في المفاجأة في ليبيا فيه عنصر مفاجأة حتى لما اجتمعوا مع سيف وسيف الإسلام من القذافي وكان حديث أنه لا يمكن يحدث في ليبيا سطوة القذافي ليس كسطوة بن علي ونظام اللي عامل القذافي يعني صعب حتى كيف تفهم بيش أنت تصبح تغير فيه أصلا لكن فيه مفاجأة حصلت أنه هو أن الكل كان يقول أن الشعب الليبي لن يخرج وحدثت حتى النقطة اللي كان يقولوا أن التوانسة لما يضربوا وطوا روسكا ويقولوا للليبيين وطوا روسكا عشان أنتوا جوبانانة تستطيعوا يعني تونس ومصر يتحاذفوا فالليبيين يقولوا يعني خايفين هكذا كانوا قبل الثورة لكن مع ذلك يعني كانت هناك ثورة أعنف والسؤال الأكبر ليش العنف في ليبيا أكثر دولار فيها عمد لأن أقلها مؤسستي أقلها وجد طبيعة النظام السياسي لذلك الآن في ليبيا كانت فيه فوضى حقيقية و الآن فوضى هذه إمكانية أنها تتحول إلى فرصة سياسية وقائمة لو لا تدخلت الخارج أنك أنت الآن ممكن تصنع نظام حقيقي يحقق تنمية ومستدامة في ليبيا لأنه لا يوجد أصلا أي شيء يعيقك أمام هذا يكون في حالة فوضى كاملة لكن للأسف التدخلات هذه أرادت أن تفرض نموذج إقليمي على الكل صحيح حتى لما تشوف اليوم ليبيا مثلا لا يوجد إصطفافات عمودية لا يوجد إصطفافات التي قاعدة في الدول الأخرى التي هي الحدية عند الإسلاميين أو الحدية عند العلمانيين ربما كما قال الدكتور حتى الإسلاميين في ليبيا ليس لهم حضور كبير لأن هناك حركة سابقة في ليبيا حركة سنوسية كانت أسبق فلم تحدث هناك الإصطفافات العميقة لأن بضدها تتميز الأشياء لم يكن هناك موقف مثلا قطيعة من الدين كما حدث مع بعض الدول فهذا طبعا سبب سبب أن في حالة مش عارف يعني ممكن نحن نقوله أنه في نظام سياسي لون واحد مجتمع استطاع أن يسطر عليه طبعا القذافي بأحديتها في نظام السياسي حتى لون العالم كان لون واحد فهذه الأحادية مررها على على البلد كلها فلما خرج الناس خرجوا بحالة من حالة يعني أخذوا شخصية الاجتماعية للنظام نظام كان عنيف فردوا عليه بعنف بعنف مقابل هذا هو اللي وصلنا اليوم أن يعني البلاد زي ما تقول بعض حصائد الأمم المتحدة أنه بلد في 6 مليون في 33 مليون قطعة سلاح يعني أكثر من 3 مليون قطعة سلاح من 3 قطعة سلاح ونص لكل فرد طبعا هذا رسخ للنظام السياسي جعل يعني حتى نحن عندما كان مثلا في برلمان شكلي في مصر في شكل لكن من أشكال الحوار وإن كان حوار سطحي لا تتحدث في عمق الدولة نحن في ليبيا لم يكن هذا لم يكن كان عندنا مؤتمر شعبي عام مؤتمر شعبي عام يعني مؤتمر الشعب العام هذا كان هو شكل من أشكال الغوغائية أن الناس كلهم يتحدثوا ولا أحد يعرف ماذا يتحدثوا طبعا هذا أثر وليسوا أصحاب قرار هذا أثر بعدين على الشخصية الاجتماعية للليبي يعني الإنسان الليبي لكن ألا يخيف ذلك يعني أنه طالما أن مصر في وضع بائس يصعب أن تتعافى ليبيا القليم كله نعم صحيح هذا الرؤية اللي واضحة أن القليم يتحرك مع بعضه وينهار في شكل واحد يحتاج إلى نظام قليمي جديد كل هذا واضح بعدين أنت عندك ظاهرة أخرى أصعب برنارد لويس عندك تاب بإسم نهاية الشرق الأوسط الحديث يقول أن الإشكال ليس في التمزق فقط في الدول العربية الإشكال أن الدول التي تشعر نفسها شقيقة كبرى تلتهم الدول الصغر يعني أنت ومصر تريد أن تلتهم الشرق الليبي المغرب ترى موريتانيا فريسة الجزائر ترى تونس فريسة سوريا ولبنان واضح في كويت والعراق فيها الفراغ فيها الهزة الإقليمية شفنا قطر كيف حاولت السعودية وكيف حال أنها تضم قطر إليها وتجعلها تحت جناحها وتفرض عليها كل سياساتها وكل ما تريد ففيه غياب لنظام الإقليمي حقيقي لذلك تنشأ مشاريع أخرى ويراد مثلا تحويل المسار من إسرائيل كقضية أولى وعدو أول للعرب إلى إيران وبعد ذلك يراد حتى تغيير جيوغرافي جيوستراتيجي بين مصر وتتوجه مصر إلى ليبيا وتصبح هذه المنطقة تتحرك فيها روسيا وتتحرك فيها الدول الخليج بشكل أكثر حرية عبر البحر الأحمر ففيه في هزة حدثت الثورات هذا هو مؤشر أنه ما حدث ثورة حقيقية ومؤشر بأن هذه المشاريع كلها لم تدرك هذا الحدث التاريخي وأن هذا التحالف السعودي الإماراتي هو أشبه بالتحالف المقدس الأوروبي وما حدث في التاريخ يثبت أن هذه الأفكار الجمهورية هي اللي استمرت وأن هذا التحالف المقدس الملكي انتهى لأن عدم إدراك التاريخ أن التاريخ يتحرك بالأفكار لا يتحرك بالمشاريع العسكرية هذه الأفكار ستتظل عند الأبناء الأطفال هذل للناس لعدمهم في مصر حيجو الشباب أخرى ويقولوا لا حكم العسكر خطأ حكم العسكر متغلف هذه ستظل أنا متأكد ستظل ما ينفع الناس سيبقى في الأرض ممكن هنضحه ممكن سيكون فيه مشاكل كبيرة السير أننا نحن لكن هما لم يواجهوا هذه الأفكار ولم يبنوا أي نموذج يعني مثلا في اليمن أنت مليون طفل جائع مش قادر تعطيهم آكل مش قادر تقدمهم غذاء مش قادر تقدمهم مستشفى في ليبيا دمار مدينتين دمار كامل مهجرين ونازحين ومذلة ومهانة ما فيش أي بادرة لأي مشروع يعيد لهذه السلم المجتمعي يعني بمعنى أن المشروع الثورة المضادة لا يحمل مشروع في الواقع يحمل رغبة في إنهاء هذا يعني مشروع إنهاء الثورة خلانا في إشكالية كبيرة مشروع الثورة المضادة هذا أما ينبغي أن يشعرنا نحن أبناء الإقليم بأن مشكلتنا واحدة وبأن مصيرنا واحد يجدر بنا أن نغير طريقة التفكير والعمل يعني الآن بدل ما جماعة ليبيا يشتغلوا على ليبيا وجماعة مصر حيرانين إيش يعملوا في السيسي وما آلت إليه أوضاع مصر وجماعة سوريا يعني يبكون على أطلال ما تبقى من سوريا وهكذا نبدأ نفكر بأننا كتلة واحدة بأننا جسد واحد نريد أن نعد للمرحلة القادمة كوحدة واحدة صحيح ليه؟ لأن هؤلاء المستبدين لهم قادوا بدأوا الثورة المضادة ويقودونها ويمولونها يتحالفون ضدنا ونحن لا نتحالف مع بعض فيما بيننا يعني يمكن هذا لم نكن عاطفيا كان في هذا التواصل الوجداني لكن عمليا ما حصل شيء على أرض الواقع أبدا بين ثوار تونس ثوار مصر ثوار ليبيا ثوار اليمن ثوار سوريا كله انشغل بنفسه في البداية ثم انشغل بالطامة الكبرى التي وقعت بسبب الثورة المضادة كله انشغل بنفسه هذا يشكر نعم نشعر نحن بدأنا الحديث بمصر بعدها عودنا ليبيا وبالآن نعود لمصر ربما الأخوة أدروا مني يعني في لعنة الجوار مع مصر مثلا لما صار انقلاب في مصر ضباط أحرار نحن صار عندنا انقلاب ضباط أحرار صارت ثورة في مصر ثورة يناير نحن عملنا ثورة فبراير أهم داره صار انقلاب في مصر صار ففي لعنة جبلتك نحن يعني دائما في علاقة بمصر طبعا اليوم في حتى حديث في الأوساط الثقافية الليبيا أن نحن مفروض امتدادنا مغاربي في المقابل يقولك لا نحن رو وعلاقتنا بمصر علاقة تاريخية وهو الكلام اللي حكى عليه بدري الدكتور ليا فكرة انقليم برقة يفكر بطريقة ربما أقرب إلى مصر يعني بشكل أو بآخر حتى لعلاقات تاريخية يعني لعلاقات تاريخية ولجوار أصلا يعني ملاصق لمصر بينما ربما تقدر ممكن في الغرب ربما فيه امكانية أنك تتفكر بشكل بشكل يعني مغارب فيه رؤية أكثر مقاصدية بس اللي عجيب ان ارتباطنا بهذه الحدية مثلا عندما صارت عندنا فوضى لمصارتش في تونس رغم ان فيه جوار لمصارتش في الجزائر لماذا نرتبط بمصر هذا الارتباط ولا نرتبط مثلا بالجزائر ولا نرتبط بتونس لا ليبيا أخطر من تونس على فكرة ليبيا دولة نفطية عندها ثروة هائلة ليبيا مساحة جغرافية ضخمة جدا ليبيا كانت بوابة الهجرة إلى أوروبا يعني فيه عوامل فيه عدة عوامل تجعل ليبيا حاجة مختلفة عن تونس لا تقارن بتونس رغم انه تونس فيها الكثافة السكانية لا شك لكن فيه هو العلاقة ما بين ليبيا ومصر خاصة للمناطق الشرقية يعني فعلا هي علاقة قوية جدا يعني وعبر العصور منتدة حتى لما نشوف التركيبات السكانية نجاهم امتدالات يعني قبائل موجودة في الصحران الغربية في مصر ان قبائل في الاصر كان عايشات في ليبيا قبائل ليبيا يعني والهجرات اللي حصل والنسهب نعم والعلاقات الروابط كثيرة جدا دائما يعني مصر مؤثرة في ليبيا خاصة في المناطق الشرقية وهذا طبعا يعني له انعكسات له انعكسات الوضع ولكن الانظمة السياسية يعني وضحة يختلف يعني الالاقات ما بين الشعوب كان الالاقات عند اليوم هتكون علاقات متميزة وعلاقات وثيقة يعني بغض النظر عن كل الانظمة السياسية الموجودة يعني لما الالاقات كان في ايام جمال عبد الناصر في ايام بعدها حتى بعد ثورة يناير لكن الانظمة السياسية هي تؤثر على الاقا vaccines تجاه عكسي ما بين العلاقات ما بين الأنظمة السياسية وما بين الناس لما تتقارب الانظمة السياسية ما بين ليبيا ومصر يحدث تباعب ما بين الناس لما تتباع الانظمة السياسية يحدث تقارب وهكذا فالعلاقات يعني علاقات لا تستطيع أن تهملها العلاقات الليبية المصرية هذا بالإضافة لأنه إحنا لو رجعنا 200 سنة لورا ما كانتش أصلا في حدود هذه الحدود كلها الموجودة حاليا واللي جعلت مننا دول مختلفة ما كانت أصلا موجودة وهذه هي الظاهرة التي تواصلها أننا نحن تعالى مثلا نيبيا تونس بينما هو إقليم يتحرك نعم نعم أو أن الآن مثلا في السودان انفجر الوضع لقدر الله واصبح وضع يعني ينفجر أو الجزائر جزائر الآن مرشح كيف حكونوا الشكل للإقليم يعني فيه ديناميات فيه حركة في المنطقة ما زالت مستمع يعني زلزال ما زال يتحرك الخليج من كان يتوقع أن يصل الخليج إلى هذا الشكل حدث فيه أزمة حققية فيه في الخليج أزمة شقاق يعني حادث الشرق الأوسط وكذا فيه إشكال ضعف ضعف التواجد السعودي في منطقة المحيطة بها وأصبح السعودية تضعف أمام المشروع الإيراني إسرائيل وجدت فراغ في سوريا أصبحت تتحرك مصر أصبحت تتوجه ونحن حول شمال أفريقيا منطقة الجنوب تشاد والنيجر والسودان أصبح فيه تواجد إسرائيلي وتواجد روسي وتواجد صيني إذا كان فيه الهزة مستمرة بهذه الطريقة ألا يجذر أن نبحث عن نظام إقليمي عربي جديد نظام إقليمي للمنطقة ككل ألا يجذر أن نبحث عن نموذج حكم جديد هذا يتحرك في عالم الأفكار لأنه تاريخ ليست سياسة إشكال أن الإمارات السعودية يتعامل مع الأمر كأنه هو أمريكا في الأمريكا اللاتينية غير نظام حكم يجيب حاكم آخر إشكالات قائمة مشكلة المياه توقفة بيحلها مشكلة الفجار السكاني الشبابي هذا كنتي بتنحل هذا مشروع اقتصادي حقيقي وإلا ممكن بعد خمس سنوات ست سنوات يستمر يقدر الله يكون فيه حكم عسكري في المنطقة وإذا كان جيل الثورات العربية اللي حصلت قبل 8 سنوات نسبة كبيرة منه محبط الآن سيخرج جيل جديد لا يعرف الإحباط لكننا نتكلم مع بعض الأصدقاء عن الجزائر أن الجزائريين في عقدة التسعينيات العشرية مروا بتجربة مريرة جدا لا يريد جزائري لها أن تتكرر فأنا قلت أنه ينشأ الآن في الجزائر من لم يعيش تلك التجربة ولا يعرف ماذا تعني وإذا عاد الاحتقار وعاد الظل والهوان سينفجروا تارة أخرى لما بيجيبوا لهم رجل مسكين يعني يشفق عليه مقعد لا يتحرك ولا يبصر زي العالم ولا يسمع زي العالم ويجددون الرئاسة مرة تانية والجزائر الثرية بثرواتها فقيرة جدا وشعبها بالويلات سينفجروا الناس من جديد لا مفرد من ذلك لا يوجد شك أن الشعوب اليوم تنسى حقوقها وعند المثل الواضح في الشعب الفلسطيني الشباب الذين يموتوا كل يوم جمعة عند الحدود ما بين غزة وما بين فلسطين هلظة لا يعرفوا شيئا عندك من 48 لكن مازال الشعور موجود مستمر أيضا لو حكينا في موضوع لو نظرنا اليوم لمصر تعديلات دستوري التي تعدد فيها بس لتمكين فرعون جديد حتى عام 2034 تحكي عن نظام حكم تونس لسنوات وسنوات لا يستطيع أن يبدل الكاريزمة لا يستطيع أن يغير الرمز بإمكان الدولة العميقة في تونس أن تغيب وتفليقة وتأتي بشخص آخر مدام في الجزائر أقصد في الجزائر أن تغيب وتفليقة وتأتي بشخص آخر لكن حتى هذا يؤكد ما بدأنا به في الأول أن الأنظمة العربية رغم موردها ورغم تاريخها لم تستطيع أن توجد نظام نظام نقصد سيستم فكرة أن هناك مؤسسات وهذه المؤسسات تتحرك وتبدأ تنتج من دخلها بدون حاجة للرمز بهذه الصورة المؤثرة بشكل كبير اليوم هذه الصورة البائسة سببها أن الذي يحكم في الجزائر عصابة وهذه العصابة تريد أن تستمر في سرقة موارد الشعب هو سؤال لماذا الإسرار على نفس الشخص؟ هل يعقل أنه لا يوجد استراتيجية فقط لتغييره؟ لإستمرار النظام لكن تغييره لكي تعرف أن النظام كريزمي نحن مثلا عندما سارت هزة سيختلفوا سيختلفوا سيصير بينهم صراع سيبدو كل واحد يفكر في المؤسس لأنه لم يؤسسوا النظام لأنه لم يؤسسوا بشكل وهذا حال العالم العربي كله من مشرقه إلى مغربي صحيح له أكو كل دولة